السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت منا سكنوا باخير وعلى خير وانتو ما تشاهدو هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بوشرا شانال وما تنسوني شخصي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع اليوتوبر يوميات غزلان في الإمارات كنت خرج على الصمت ديالها من بعد ما نتاشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج ديالها فخليكم معي يخوتي باسم واشنو قالت وتشوفوش نزلات للحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام فكيف مشو خوتي بلي الطريق ديال غزلان شرع للحساب دياله خبر زواج ديالها بشي واحد مصري وقال بليك يضربها فغزلان من بعد ما شفت هادشي خرجات انزلت حتى هي ستوريات للحساب ديالها اللي كتقول فيهم ما بغيتش نحط الحقيقة ولكن حتى بعد الطلاق قبل اربع ايام تعرضت للتعدي والضرب المبرح العنيف في الشارع العام والضحية هم الاولاد كانت الجريمة قدامهم ولكن القانون فوق الكل وهذه هي النتيجة اللي يرحم احد ويطلع من السجن ولكن هذه هي الاخيرة لكم اراني الله فيك ما رأيته في نفسي اداقك الله مر ما اداقتني اضعافا مضاعفة اداقك الله الكأس نفسه بداته انزلت ستوري اخر لكتقول فيه بغيتوا الحقيقة وهذه هي الحقيقة بسببكم الطريس احطها والناس ما فاهموا له تتكلم هل حتى بعد الطلاق يتم العنف يعني ما في مشكلة بالعقل كل شي خطت لتستر على جريمتهم وعشان انتوا تتكلمون وتركزون في موضوع اخر بعيد كل بعد على الحقيقة والسطوري اخر كتقول فيه ماشي اي حاجة تسمعوها تصدقوها بالله تكل وقد في كد هدي هي الحقيقة وبنادم قال السيدين الفيديوهات وكي الف والتعليقات خافوا ربكم شوية لان الدنيا فيتا انا بعدا لا اعرف كيف ذوق الناس اللي كيكتبوا التعليقات كيفاش كيحطوا راسهم على المخدة وتينا سوء وهو مناسين ظالمين وليس بمظلومين وانا والله في هاد الجمعة لا اسامح اي احد تتكلم فيه بسوء وصبني واشتمني وارتابني وقال ليس ما فيه وكلت امري الى الله الواحد القهار وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وعند الله تلتقي الخصوم ولن اسامحكم اضاقكم الله وابتلاكم اضعاف ما ابتلاني الله فيه فلا حول ولا قوات الا بالله الهالي العظيم الله يهدي مخلق الانسان ملك يتفارق الصراعي اولا غير على قبل وليداته ويراعي لهذه العشرة اللي كانت جامع بيناتهم فالله يهدي مخلق فكنتظر خصيص علاقاتكم بخصوص الموضوع شكرا على حسن المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامة